السلام عليكم إدمان الجنس حالة نفسية عبارة عن قضاء وقت أطول في الجنس مما يؤثر على الاهتمامات الأخرى بالحياة أسبابه هو التعرض لاعتداء أو اختصاب جسدي أثناء الطفولة التي قد تصيب الشخص باعتقادات سيئة حول الجنس أعراضه واحد قضاء وقت طويل يصل إلى ساعات كبيرة في اليوم بالتفكير الجنسي ثم ممارسته أكثر من مرة إما عن طريق وجود شريك أو اعتماد على نفسه بالعادة السرية سيطرة الاهتمامات الجنسية على الشخص وإقناع أن الجنس والطريق الوحيد للسعادة والإجباع العاطفي والقضاء على الهموم والأحزان من خلاله يصبح الشخص المدمن بالجنس عاجز عن ممارسة الحياة الطبيعية عن طريق توزيع الوقت على الأنشطة المختلفة من دراسة وعمل أو قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء ومع أسرته كيفية العلاج واحد الجلوس لوقت طويل مع الأصدقاء والأسرة مما يمنع فرصة التخيلات الجنسية يجب عليه أن يذهب إلى صالات الجيم الإبتعاد عن الإنترنت وإشغال نفسك بالحياة الوقعية مع الأسرة تناول أدوية مضادة للاكتئاب ولكن إذا استمرت معك المشكلة يجب عليك الذهاب لأقرب وحدة متخصصة لأي طبيب نفسي متخصص كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء